نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة ألف جنيه لحامل بعض بطاقات رقم قومية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن روابط المتداولة مزيفة وأن تلك المكافأات وهمية ولا علاقة لها بهيئة البريد بها مطلقا مشددا على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بهيئة البريد محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة والتي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وسيتم اتخاذ بكافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية